موسيقى يا صباح الخير يا صباح النور بتوقيتي طبعا هلو بنات الشونكم الشون صحتكم إن شاء الله بخير تعالوا لللايف المباشر هليام أسبح كلها بإيدي دني الكاميرا دنيها كلش عافية لندينات تعالوا لللايف المباشر جاكم مشعار اللايف سمعت لفوناتكم مساءكم ورعد وفل وياسمين سمتها ليان 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 الجميلة ما شاء الله تخبلوا البنوتة اتجنن شونكم بنات شخباركم هابي نيو يير عادي هي السنة هاي مبينة من عنوانها نفس ختاة أكيد كل السنين تلحقهم خواتهم يعني ماكوا فرق كل سنة نقول هاي أحسن فيا ربا أنا متفائلة يعني بالالفين واثين وعشرين يا ربي والله إن شاء الله بيها تغير وبيها أمان بيها تحقيق المطالب يا رب والأمنيات نحن خطوصا العراقيين كلش نستاهل لأن تعبنا تعبنا خاولي ويني 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 حار كنا نجيب ملابسك عليك الله جايبها ملابس صيفية عليك الله باضو موزين عليك انتبسين فبهاي الحالة راح أنطيك ملابس من عندي خو ما طلعك ملابس شتوية تعالوا إيانا بنات يعني وحدة نفسها جايبها ملابس شتوية بس شويت صيفية العفو صيفية بس أنا اشتويت أخذت الثوب خبثت خبثت أخذت الثوب مع الأمي مشفت بيه الطفل حتى ما خليها تلبس بي راح ألبسها من عندي ألزمي 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 صباح الخير بنات بتوقيت أم محمد مساء الخير بالتوقيت الحقيقي احنا عدنا هي تواقيت كله صباح ولو هي يمي خطيه صار لها يومين تطلق لأنه رحمها كل شي من النوع السخين بس أنا عفتها على راحتها خطيه حتى البارحة جيتني بليل وبيتهم بالمحمودية كل شي بعيدين وازدحامات قلت لها والله يا عمري ما قدر استلمج إذا ما يخف رحمه فالحمد الله والشكر خف رحمها وخير وبركة نعمة فالله والشي بلشت نشفت وجهها وعيونها وإذانها يلا تعالك شوفوا بنات وإحنا باردة الدنيا ومشغلين ثوبات وفاطمة هياتها واقفة يم الصوف باهمة البرد وقلت لي أمها هذا الثوب أنا ما نشفتها بالخاولي خبزت نشفتها بخواب أمها بثوب أمها على موش شنو مثل بسرة حطيها ملابس شتائية من عندي بنات طبعا هذا البرد كله يلوحكم إلكم إنتوا تلاحون إنتوا اللي تبردون شوية يعني إهتموا بجنطة الولادة ولادة جيبوا جواريب جيبوا ملابس يعني عليكم الله اكو واحدة تجيب تلبس هذا السوب ما كويش شبه البرد هذا تراتي ذهب البته يعني راح نتقب سقب مباشرة ذهب جيبيني الملابس بس خلي شوفها جايبة ملابس جايبتيني ملابس للبنوتة حلوة اوه ما شاء الله فتوا فتواي خبلين يلا تعالي شوفوا التراتي ذهب انا احب هاي الفقرة ما التراتي لبس يجيب الحفاظة الطفل بحاضنة الرستو ستيشن يعني ابدا مراح تبرد البنوتة تراتي ذهب مباشرة اي والله احتريني هس راح طفيت بس الاضاءة بس التدفئة عفتها الفقرة حلوة مات التراتي الذهب يعني مباشرتين الام جايبة تراتي ذهب مباشرة نتقب بالذهب وهاي الفقرة كلش حلوة بنات تدرون هاي البنية مينية هاي البنية جيتني خطيعة عندها شغلة يمي والام جاية وحدها فمن شافة البنية جاية وحدها كانت تقول والله العظيمة انا ما اروح خطيعة من الساعة عبو 12 لو دعش ونص من الساعة عبو 12 هي يمنة قالت انا ما اروح الا اتجيب المرأة هاي ارفعي هذا ارفعي اي فالحمد الله وشكر قاتم محمد اريد اجر وثواب اريد الام تجيب ولبس الطفل يلا روح قلت لها لعدة ابقي بس شون ابنية انت تدفيدين بيوم الفاطمة عايفتني اجز عليك هس احنا استونا من جته فاطمة تعاركنا وياها كانت بالكلية هي وشدت كل ييلو جامعة هي الجامعة نفسها نفسها ولا اكو جامعة اكو كلية شين ليش كانت بالجامعة شوكت تخلصنا راح اصير حاسبات وهي جاية يا ام القبالة والتوليد شنون راهمتها ما اعرف موتتني فاطمة بالدوام مالتها تجيني بالوحدة موتتني موتتني المشاهدات ستة الف فاصلة ثلاثمائة متابع سوونا مشاركات مسحي لحلقها سوونا مشاركات لللايف المباشر وكل عام وانتوا بخير بمناسبة السنة الجديدة يا ربي يا ربي يا ربي تدور علينا بالخير وبالستر وبالامان والمحامل تحبل ما هي المشاهدة قال طبعون certo يهرب من خصوف موتتي منذ ان ام أه Lore فشوفوا عدها تغريني تقلي لك تدعين علي الزواج يا هليان مش يبقى اوه في الدوة يخبل يخبل بنات هذا دائما لقل للكم علي يجيبوه هذا هذا يجنن يجنن ويدفي يعني دفوه فضيع والله عشت ايدي حياتي فخوش لبستي الحاضنة كل اجداف يا برودة نهائيا ما كوا بالغرفة ها زيزي هلو صباح الخير مساء الخير صباح الخير عفيا ما تجين يمنى بالمحمودية شون اجيكم اليوم لا تغطينا حار الحاضنة مطيتات فئة قوية هس شجدت الفقرة الفقرة انتو اللي تحبوها فقرة التراتي راح نفق بمباشرة بالتراتي يلا حياتي مو قتلت تدفيدين ختولي فاطمة طينا رقمت عيني اللي التصال السريع يلا هسا راح نفق بالاذان فاطمة فتحيني الاضائه اي لوراتي برغي هو طبعا اي 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 كله زيان تراتي برغي راح افتح البرغي حتى يثقب الاذان شوية البرغي يكون ثابت افضل من التراتية اللي يتخلى بيها البرغي مباشرة لا تحس الطفلة ابد بالاذية خصوصا اذا تراتي ذهب يعني بعد نهائيا لا تفتحين وتلبسين ابدا اوه يا جهيل اوه يا جميلة فدوة فدوة تخبل التراتية كلش حلو ما شاء الله تجنن هي البنوتة هم حلوة هسا انا مراح اصد البرغي لان البرغي ارادلهم شوية ايديت الزحلة قانو ماقدر الابس تراتي البرغي فراح اعوف المهمة بعد اللايف نصدلها اوه يا جميلة فدوة كلش حلوات التراتية ما شاء الله هم انتهت البرغي هذا البرغي هاي البنوت وراه اللايف وراه اللايف هنم يضميهن باعتهم باعتهم ويراد له ايها ايدي ايها يزحليك اذا اقولك ايها اغنية ثانية يتم سامعها فامتوس اغنية انا طويلة اغنية ثانية سامعها سأقصرها لكم فدوة جمالت الحسن مالت فدوة جمالت والحسن مالج هاي الثانية اي اي اكو واحدة مو فدوة جمالج اكو واحدة غيرها بس هاي من اقدر نحتيها باللايف المباشر نحتيلكم اياها بالواقع من تجوني قلوا له محمد اغنية مايا الثانية رح اقللكم اياها بس احنا هسا حاليا نفدوة جمالج والحسن مالج وكلنا نحبيت يا جميل لا اليوم من الصبح انا قعدت كانت عندي ولادة فالصبح اول ما طلعت ها طبية شفت مايا طقيتها بهالهولة فرجعت للنسوان قال محمد شنو انت عديش عرز؟ قلت لهم شنو عدنا عرز؟ قلت شو سمعت هلاهل ببيتكم؟ قلت لهم حبيب تتي الشايفة مايا نشوف انطقها بهالهولة ترجع انطقها بهالهولة غير هاي بيتنا الوحيدة يابا خربنا من الضحك قال لهم محمد شنو مايا قلت لهم هاي بيتنا الجميلة مايا كل ما نشوفها لازم ناوصلها اين راحت كانت يمي لابسة ومنتظرة دادا يابا شو سوين بتشاف تقول الدادا يا رب استاهل الكل حامل امين وكنا نحبك يا جميل يا حبيبتي انفال نورتي الليف المباشر وما شاء الله يا ربي شفناه شفنا كل الخير اي شوفوا ما يخطع عليك قلت لك انت تفيدين انطينا رقمك رقميا يا فاطمة ايه قرصتني فاطمة غارت فاطمة نعرف نقطة ضعفة فس قلها راح اصاحب غير اش تتخبل عندي صديقة اسمها ريام هاي صديقة ريام مني تراسيني بلوت ساف فاطمة تموت من الغيرة تموت تموت تقلياني الوحيدة وابقى وحيدة وردة الرياحين رب يرزق كل محروم من الذرية الصالحة عامين رب العالمين بنات الولادة اصطناعية خلي حشيلكم شوية بشكل مختصر عن الولادة ولادة اصطناعية تقريبا بالتاسع نهايته رحمها من النوع السخين من المتوقع ولادتها الاربعة واحد يعني الاربعة بشار يلا تجيب عدها طلوقه على رحم سخين ومغلق صار لها ثلاثة يوم الام تطلق اجتني اولت البارحة باللي الخطيئة وبيتهم بالمحمودية الرحم السخين ما يصير يلعب بيه ما يصير نلزمها من وقت لانه يعاند وصير سيزريان يعني عملية فلازم اعوف الام براحتها بهاي الحالة انا سويت اول بارحة قلت لها روح يقعد مي حار المي الحار راح يوخر التقلصات كتبت لها حب اسمه بسكوبان هذا يوخر التقلص همين ويرخ عضلة الرحم كلها تعرف البسكوبان مو بس على الرحم يشتغل يشتغل على كل جميع انحاء الجسم اذا اكو الام يسكنها خطيئة البارحة همي جتني باللي العدها اوجاع توسحها اصب عين والرحم ثخين فقلت لها يا عمري ما طول عندي اوجاع رجع يقعد يوم مي حار فور يدار سينو هيلو يشرب وهي السوالف اللي تساعد على الولادة امشي مسافة طويلة قالت انا ما اقدر امشي قلت لها العددة متقدرين تمشين استغلي الفرصة بالمي الحار لانه خصوصا الولادة فصل الشتة تحب المي الحار فخليناها تقعد بالمي الحار فاجتني الساعة تقريبا عشرة ونص له بالدعش اوجاعها خفيفة بس شنو اللي اني حصلت عليها من النتائج اللي اني هاي كل هالحجيتها حصلت على رحم خفيف خفانة الرحم صاير يعني مثنثن كلش كليش ثن يعني ثن بالانجلش الرحم الخفيف مني جي نبدو يا ولادة بسرعة تجيب ما رح تتعب لهم الطفل ما رح يتعب وكذلك المهم فبلشنا ما شاء الله لا حوله ولا قوته الا بالله العلي العظيم 30 دقيقة وجابت تدرون ليش جابت ب30 دقيقة بنات لان استلمتها بالوقت المطلوب يعني ثلاثة يام هي تطلق وكل ما تيجي جايبها ملابسها ام احمد جايبيني لا ام احمد جايبيني لا فهي طولت بالوياي قالت ام احمد انتي ادرب شغلك باختصار اكو بعض البنات بنحكوا اياهم ما يقبلون بهذا الكلام جايبيني طلعي خلصينا يلا شنو نجيت وكسة عم رجعتنا بنات انا ادرب وضعكم واني ادرب روحكم وادرب وعيدوا اكرر هذا رحم هذا رحم وطبطنا طفل والطفل هذا حاوي عضلة عضلة الرحم اشيان اوصف لكم اياها مثل النفاخة بس تتحارجين بيها بطيك فلازم نطول بالنا ونستلم بالوقت الصحيح اذا استلمت بالوقت الخطأ لا ام احمد كل شي ما تفتهد ليش؟ لانه هاي ولادة روح الام وروح الطفل وروح يعني تواندوان بايدي وما اقدر اتقارش بيها فاكيد كلكم تعرفون الولادة بعد بحر اللهم اجعل هذا المولود خير ورزق على اهله امين يا رب العالمين شين رأيكم ابتنا الجميلة حلوة لا ام احمد يصير اخذ البتكوبان اول ما ادخل بشهري عندي الحاجة فقط اذا عندش تقلص اخذي حبايا بالليل قبل تنامين انا مودة ريح اضلت الرحم ما يصير بكثرة تاخذيني اللهم صلي على محمد والو محمد صليته على نبيكم ما شاء الله تبارك الرحمن يدعل كنت يصير عندها طفل الله يخليكم محبة الرحمن يا ربي سنة اثنين وعشرين ترزق كل شخص محروم من الذرية يا رب يا رب سنة خير علينا يا رب ما شاء الله ربي جازيت شكرا اليك حياتي فدوه شلونه مرتبة شكرا اليك فأ여� Lance وصباح الورد يالج ويمكن أن смاعكم ويمكن ما فضوك انا س Nevertheless ماذا شخص مرتبة وين القاقاو؟ سوي لي ايه وين القاقاو؟ هذا القاقاو تندلت شكليات فجدت للميز قبل على موضة طلعت شكليات تعي مننا تعي مننا يا جميلة كنا نحبك يا جميلة على أحسين شكراً إليك حبيبتي أنت ذوق في دول قلبك هي قامت تتحارش المشاهدات ستة ألف سوونا مشاركات للليف المباشر بصفحاتكم الشخصية وبالقروبات قرية التحليق يا ريت موجودة بالسماوة طبعاً اليوم ولادة كانت عندي من السماوة خطيئة جايين من غوشة حلو حبيبتي منورة يحفظها جرح الزمن في دول عمرت حبيبتي يا ربا جيب بالسلامة تعبت والله يا ربا الله يساعدكم الحوامل الله يساعدكم الحمل ميراد والله بعدها شتحوصين بعدها شتر شوفوا بنات بعدها تحصري تتلبس بعد طبعاً أنا كل شيء عجبني البيبي حديث الولادة من تجيبولة جواري بشون هاي كيوت بعد مو هسة لبسيها التراج يلا البراغة تشفوف هذا أنا أسميه كبوس أحبه وهي جواري بالكيوت وتشفوف أهم شيء هذا طفل حديث ولاده يحب الدفو مساء الخير ماية أسه خلص الصباح ننو أحبنا حبيب ننو يا أحب أنا أحبه ميه 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 يا حلوة يا طعم ننوشي ها! لم تقبل أن تقالي كيف تقول لك إصبحت بنات تذكرون ، قلت لكم بالباب نسادا عليها تعال أراكم بناسبة لك لا تفعل ايديك أرى أن تفعل ايديك اصبحها كلش كلش يوجحها انا باليال الافة شوفي تريد تطلع من هنا اي دعو فيها فاطمة تعاليلي هاي غزة تعاليني مايا مايا اي اي صعديها بلوي صعديها بلوي السم المرجوحة وي هي ام احمد الجايبين حلوين ووكحين من الجزائر حياتي في دول قلبك اكيد حلوين لازم حلوين ومو بس حلوين ووكحين هو الطفل اذا مو وكح خامل ماي واحد يتونسويا لازم يكون وكح ومشارشب حتى احنا نتونسويا الطفل ام احمد حبيب تاني عندي قيصارية واحدة يصير اجيب طبيعي من الدخلين شهرش لازم تنفحصين ونقرر يعني ما قدر انطي كلام بدون معاينة ابدا منورة ام احمد حبيبتي جنة الخلود في دول عمرت حبيبتي تسلمين هاي شنو وبصورتي الشخصية تعليقاتكم الجميلة والله العظيم خجلتوني بالقرآن لعد يومية راحة اغيرلكم اغيرلكم الصورة الشخصية يا ريتب احمد يقبل كان طلعت لكم صورتي كيكم كاتبيلي بالخاص ام احمد خلي نشوفه ام احمد حامل 33 اسبوع وحركة الطفل اللي جوه ليش كلش عادي وعمر الطفل حدي يعني خصوصا بالثامل تكثر حركته فعادي جوه مرات اللي وفوق فسوي سونار خافوا الطفل هاي شخصين ما جاي على راسك اشقد عمر مايا؟ الله يحفظها العمرها سنتين وراح تقبط سنتين بعد تقريبا شهر فناوين فناوين بعد ميلاد مايا نجيب ملالي واعزمكم طبعا كل سنة اقول وما تصير كل سنة اقولها حاجيبها وما تصير اي صديقاني هالهولتي كافية عليها لو شايفين احنا النهار كل انر قفلها ربي يرزق يرزقني شون ابن او البنت امين احمد بشير ما شاء الله ربي يحفظهم شكرا لك حبيبتي عين ومحمد تستاهلين كل الخير في دول قلبك حياتي والله العظيم نو تدرونش قد اتعب بالولادة بالقرآن مس المسؤولية عاشتي ديش حبيبتي الليش اجروا ثواب يوم رب العالمين تدرين التخدم نفسه التخدم نفسه شقد لها اجر ها بنات الولادة لا اضغركم عبالكم سهلة الولادة مرحلة 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 شين صعدت الدرج بايا بايا خطوة خطوة اذا وحدة خطأت بيها صار كارثة فالولادة بحار ورب العالمين بس هو اللي واقف النبيهة من بعد كل الولادة انا احمد الله وشكرا على سلامة الام والطفل طبعا انه مو بس انه اكو بعض الاجهزة تطورت مثلا عندكم هذا الجهاز رستو ستيشن تدفئة الطفل الكاملة الحديث الولادة يعني هسا الطفل مثل ما جاي يشوفون دي يحس انه بعد بطن امه دفوا دفوا كامل للبيبي اضافه الى جهاز السونيك ايت هذا جهاز السونيك ايت اثناء الولادة نزلوها بعد فاطمة اثناء مرحلة الولادة يضل على بطن الام ينطيني نبض الطفل الاكسجين ما الام نبض الام كل شي يقيسلي كل شي يقيسلي الاجهزة هم تطورت بس احنا نرجع ونعيد ونكرر ونقول هاي الولادة ورب العالمين وحده هو الواقف بيها اني بالاسبوع الخمسة وثلاثين وعندي وجع مرات اذا يجي طفل هسا يعيش له بعد وقت هو يعيش بس يعيش بالخدج خمسة وثلاثين ويك كل شي قليل اقل شي سبعة وثلاثين ويك يلا تكتمل الرئة مات الطفل ام علي نورت يا روحي في دول عمرت ممكن قولي لان اعملت جراحة مرارة ممكن احبال اي حياتي ليش مال ادخل المرارة احبلي ام محمد القحد ابحتني واني بالثامن شو الحل شوفي مسك العروسة نحنطيك علاج مراح يأثر عليك انت كحامل تقدرين تاخذين كابسولي الاموكسيل كلش امن على الحامل وتاخذين حب البنادول اذا عندك سخونة كابسولي الاموكسيل هو يعني شوفي ش راح اقولك هو مو يعني راح يطيبك كلش راح يخفف عنيش لانه ما يعتبر انت بايتك قوي بس الاموكسيل امن على الام الحامل وعندك الكابسولي الاقمنتين او 625 ملغرام هذا همين اي ناس بيش اذا كانت قحتش قوية اخذي الاقمنتين هذا هم كلش امن بس اذا كانت قحتش موحي القوية كابسولي الاموكسيل ومجرد بس الطيبين تركيه بعد لتاخذيه بس اثنيناتهين امنات والبنادول وكذلك كلش امن سورة العبيدي تسلمين حبيب تسراوي في دول قلب تحبه شنو حبه شنو سكر الحمل ام ادم سكر الحمل يعني يصيب الام والطفل اثناء مراحل الحمل يسببن بعد الولادة هبوط بالسكر مع البيبي اضافة الى الوزن الزائد للبيبي اثناء مرحلة الحمل يعني من المفترض يجي كيلوين راح يجينا فد 3 كيلو العفو المفروض يجينا 3 كيلوات راح يجينا اربعة ونص او خمسة ومن بعد الولادة راح يصير عندنا هبوط بالسكر للبيبي الام خطر عليها شوية السكر لانه يكبر من حجم البيبي اضافة الى انه هي وزنها يزيد فسكر الحمل شوية مزعج ويا رب يبعدكم عنه ام محمد انا بيتشر واتمنى جيبيا مش تستقبليني نونة حياتي جدا اسفة عمري والله ما جاي بيتشر انتو كلكم تدرون فاستعالي واشيكتوه من عيوني ام محمد انت شنو دارسة حياتي انا دبلوم قباله وتوليد خريجه يعني مو معهد اعدادية قباله وتوليد وراها كلية بس خلا نطفو الشغل بنو تتصبح ازرق خو ما يخوف لا حياتي الحمد لله لو شايفت انت لعد لو شايفت بالبداية اصبحها كاني خوفي خوف يعني الاصفر مقتوم والاصبع نصه مقتوم بس الحمد لله وشكراني علاجاتها انطيها وعصارات وخطة سوتي لها وصارت احسن ملاكم محمد وقليل بحقك والله انت الراقية والامان يا ورده يحفظيش الغالي مايا والاولاد في دول عمركم والله انتو دت شوفوني من ذوقت يا روحي دت شوفوني اشارككم بكل شي حتى بنتي اسولف وياكم صديقتي ما نغلط عليش باللايف ورا اللايف هاي صديقتي العايفتني وتداوم شوفوها تجيني بالوحدة ونص بالثنتين الحدها الثاني ساكتلها بعدين لا والله الا تنكتل اكتلها كتلة مع الدلة هي فاطمة ها قذوتها وتاكل النهر كله وما تسمن انا بس هذا قاهرني والله بس هذا القاهرني ما قاهرني شي ثاني تاكل وما تسمن ام احمد ما تجيني الكاركوك انا حامل شوفو قبيل شهرين شدت بكاركوك وقعدت بهذا المطعم يزقف سميش الله كاركوك اش قد حلوه والاجواء هناك حلوه لا ادري بيتش ها مره تعييت بس بالوقت الحاضر ما عندنا سفر الاربيل ولا الكاركوك لانه تعرفون بعد دوام وشغل كثرة الماء في بطن الطفل الجسم يكون اثناء الحمل يكتسب السوائل يحولها للبيبي بصورة فضيعة فبهاي الحالة لازم تقليلين من شرب السوائل العصائر الحليب الببسي الهاي مشروبات كلها لازم تتركيها بس الشربين ما يوقتي العازة وحتى الاكل ايه احنا نجيب لها وحتى الاكل فقط وقت الحاجل بسوائل مو الاكل القطعي الاكل يعني الشربة وهاي السوال جاي اجاوب على اسألتهم يعني السكر بالحامل هو زيد الوزن طبعا مليار بالمية خادمة الحسين صليتي على نبيت ميرنا ميرنا تحياتنا من الجزائر انتو سباقين اهل الجزائر ما يحتاج احتي بكم نوركم ونورتوا اللايف اكيد وما احلى كلامك حبيبة العراق يعني هسا بهاي طلعيها بهاي حبيت العراق لاجلك يا روحي في دول عمركم في دول قلبكم احنا اهل العراق كنا هي تشتارة احنا ناس اهل نخوة احنا ناس كنا طيب وكرام لا عبالكم العراق بس ام محمد لا العراق كلها اصيلين العراق كلها طيبين احنا اهل النخوة احنا اهل الوقفة احنا الطيب اللي بقلبنا يعني احنا بعد بلاد المسلمين وانتو قيسوا الاسلام العفو فالحمد الله والشكر على نعمة رب العالمين وما اصار شهرين ونص من ولاد الطبيع والحليب احيانا ينزل ويا قطرات دم من اعصره ويأذين شنو السببت هاي فطريات عندك بالحلم لا تخافوا ينعموا ولمشكلة الحلمة ما يصر نكتب لك عصارات عليها لان البيبي يجي يرضع بس اكو كريم اسمه بيبافاثين هي تشي بيبافاثين هي تشي سامع بي هذا كريم طبي او نيفيا تستخدمين بس تمن تستخدمين النيفيا لازم تغسلين الحلمة وبصابونها ترقي يلا يرضع البيبي هاي العصارة هي تسمها البيباثين هي تشي راح اسمها من بالي هاي همي ان اتعالج تشققات الحلمة وما يطلع دم بعد منك كل هين مو كل امو الضغط عجيب هلين امو الضغط صر نزف وراء الولادة همثة حزن حياتي نورتوا اللايس بعد ما اقدر اطولوا اياكم لان عدنا شغل وجعانين مو فاطمة؟ فاطمة جعانين؟ انا اجيب وتعباني وتجي حضرة فاطمة هنا بالسجل بس تكتب شوفوا بس هاي اه 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 قعدت تكتب المعلومات تاخذ رقمهم تكتب تباعوا على خطش تباعوا على خطش جيب ذيكا جرة السعادة خلى فتن عليكم شوفوا شتاكل جرة السعادة هاي جرة السعادة من يعرف شلو جرة السعادة تلقوها عدي الحلواني بالمنصور الحلواني يجيبيننا ديليفوري نهاية اللايف لا تنسونا المشاركات سوونا مشاركات لللايف المباشر وكلكم احبكم بدون استثناء والورد ما مات يجنن وعطرا يخبل بعده وكلكم احبكم شوفينا شكلت بالكمامة على اقل ترا ما يصير راح اقترح هذا الموضوع على ابا احمد ذا قبل اطلع لكم بالكمامة ريتاج نورتي اللايف ريتاج حيدار في دول عمرش والله تعليقاتكم ما تخلينا سد اللايف كلكم احبكم وشكل للكم شنو شكل للكم مع الف سنو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر